اشتركوا في القناة هناك اعمال يجب على اخونا النحال القيام بها والتركيز عليها وتم ذكرها في مواضع كثيرة ولكن في هذه المحاضرة يتطرق الاستاذ الفاضل الاستاذ الرشدي زريقي الى امور دقيقة ومفصلية في هذا التوقيت بالذات اوقات الصيف وتغيرات الطقس او تقلبات الطقس وتغيرات المناخ لها اعمال فريدة يجب على اخونا النحال القيام بها والتركيز عليها وكيف نتفادى الوقوع في الاخطاء محاضرة قيمة فكونوا معنا سؤال اخونا على الخاص فهو والله كان سؤال في وقته وسؤال مهم جدا وحساس فاحنا معروف احنا في منطقة الوطن العربي في عنا تقلبات جوية كبيرة جدا خاصة في الفترة الانتقالية ما بين الفصول واكبر فترة انتقالية بين الفصول بصير فيها تقلبات جوية هي الانتقال من الربيع الى الصيف والانتقال من الخريف الى الشتاء في هذه الفترتين بصير في عنا تقلبات جوية كبيرة مثلا يعني احنا حاليا في بلاد الشام نتعرض الى اجواء باردة يعني حاليا ممكن تكون اكثر من المعدل الطبيعي بحوالي سبع درجات ثمان درجات وعشر درجات وعندما ترتفع درجات الحرارة في شهر خمسة بيكثر الاجواء الخماسينية اللي هي بتتصف بدرجات الحرارة المتطرفة ما بين تكون تصل احيانا الى تلامس الاربعين احيانا في معظم الوطن العربي وتكون مصحوبة برياح شرقية جافة مسيئة جدا هذه الرياح لكل الزراعة يعني ليس فقط للنحل ولكن بالاشجار حتى في الثروة الحيوانية والدواجن السؤال يعني اللي هنا يتبدل الذين كيف يتصرف النحال في هذه الاجواء المتطرفة احيانا يعني تنخفض درجات الحرارة كما هو اليوم كان عندنا درجات الحرارة خمسة عشر درجة وفي النهار كانت يعني اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين هذه اجواء شبه شتوية رغم انه احنا انتقلنا الى مرحلة الربيع والمفروض انها تكون درجات الحرارة تلامس الثلاثين نهارا او تزيد الموسم يعني في مناطق انها بدأت النحل بجنيع العسل طيب لما بترتفع درجات الحرارة او تنخفض درجات الحرارة بيبدأ النحل باستهلاك اللي يجمعه مثلا لفترة اسبوع يعني في الدرجات الحرارة الباردة الزهر لا يفرز رحيق او لزارة رحيقية تحتاج درجات حرارة خمسة وعشرين فيما فوق وفي الاجواء الباردة ما بتفرز رحيق فالنحل في الاجواء الباردة بيكون صعوبة في السروح عليه خصوصا اذا تصاحب هذه الدرجات الحرارة منخفضة مع رياح كما هو الان او وبنفس الوقت النحل يعني عنده حضن فاتح حضن كثير والاعداد النحل في الخلايا كثيرة خمسة واربعين الف خمسين الف ستين الف هذه كلها تحتاج الى تغذية لحدنا تحتاج الى تغذية والنحل برضو يحتاج اه الى تغذية اه شو بدنا نعمل في هاي الحالة يعني النحل اللي جمعه اه يوكلوا احنا نتفرج عليه خصوصا ان الموسم السنة يعني الاحتمال يكون ضعيف واحنا بدنا عسل بدنا نعوض اه خسائرنا المادية وبدنا نعوض تعبنا وبدنا نصرف على بيوتنا وعلى عياننا فشو بدنا شو ما هو التصرف في مثل هذه الاجواء البارد اللي ممكن ان هذا الداهم تداهمنا مع الموسم طبعا بالنسبة لهذا الموضوع انا والله صدقا ما اعمل التجارب واللي يعني حتى لو اعمل التجارب اه تجربتي انا لا تعتمد لانه اذا بدنا نعتمد التجربة بدنا نكررها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة بدنا تكرر عند كثير من النحالين وبدو يكون في عليها لجنة اشراف اه من اسات ذي ودكاترة مهندسين اه حتى نعتمد هذه التجربة وحتى اننا نقدر اننا ننشرها لكن انا اقوم بتجربة اه لمرة واحدة او مرتين واقول انا جربت كذا ولذلك على النحالين انه يتبعوا هذه التجربة لا هذا الكلام اه غير سلي لكن انا شخصيا اذا التصادف ووجد في درجات حرارة متطرفة سواء في الاتفاع او الاغفاض والنحل في الموسم يعني بقوم بتغذية النحل بتغذية بسيطة جدا بحيث انه يعني ما سمعته من مختصين انه النحل عندما يتغذى هو النحل يتغذى او بده يغذى اليرقات فهو يستخدم اه الرحيق اولا اه وان كان مكثف قليلا اه ثم اه يستخدم العسل اللي ممكن يكون قد نضج في العيون السوداسية ولكنه غير مختوم اخر شيء ممكن انه يتغذى عليه النحل هو العسل المختوم لذلك احنا مثلا في فصل الصيف بنلاقي اه وبعد الموسم يعني لما يكون ما في عندنا مراعي بنلاقي في الخلايا بنلاقي العسل المختوم فقط لما يحتاج النحل هذا العسل المختوم بيبدأ يفتح عليه من الاطراف يعني بيبدأ يفتح على العيون السوداسية قليلا قليلا احتاج اين بيفتح اين احتاج عشرة بيفتح عشرة لكن هو بالنسبة له هذا خلص صار داخل على الرصيد الاحتياطي على المخزون الاحتياطي او الاستراتيجي فهذا بيكون للاستخدام في وقت شح المراعي الكامل لكن الناحل لا يتوقف عن الجني سواء كان صيف شتاء غبيع خريفا لا يتوقف عن الجني لكن الجني هذا بيكون لا يكفي الحاجة فلذلك بيستخدم العسل المختوم اما مدام في عنده عسل مفتوح او في عنده تدفق رحيقي فهو يتغذى على هذا التدفق رحيقي ومن هنا انا بشوف انه لا مانع اذا النحال مثلا ممكن انه يقدم لنحله اه ربع لتر اه نصف لتر حسب كوة الطواف الموجودة عنده بحيث انه الناحل يلجأ الى تغذية الحضن او هو نفسه يتغذى على هذه التغذية اللي احنا اه اضفناها لكن مش رح يمس الحضنية اه عفوا العسل المختوم يعني ما بنقدر نقول عنها هذا هو غش للعسل غش العسل واضح ومعروف هو بده ضيف كميات كبيرة جدا من البحلول السكري في وقت جني العسل ممكن بده ضيف ثلاثة لتر اربعة لتر خمسة لتر احيانا للخلية هذا ممكن يعني ما في مجال للشك انه راح نسميه عسل مكشوش اما اذا اه كانت اندي يوم اجاني يوم او يومين في جو خمسيني رياح شركوية جافة ارتفاع اه في درجات الحرارة يعني يلامس الاربعين اه اه هنا لو انا عطيت للخلية اه نصف لتر اه تعويضا اه ويكون هذا المحلول السكري من واحد اه سكر الى واحد ونصف ماء واحيانا قد يكون اه واحد سكر الى اثنين اه ماء حتى النحي اللي يستفيد من الماء اللي موجود فيه داخل هذا المحلول السكري يعني بيستخدم الماء لترطيب اه الخلية وتخفيف درجات الحرارة هذا بتوقع انه لا يسمى غش اه والله اعلم والاخوان اللي معناه الأساد اللي معنا في هذه المجبوعة إن شاء الله يعتونا رأيهم بهذا الموضوع تحياتي